هذا وأعرب موصليون عن أملهم بمشاركة فاعلة للنواب الجدد الفائزين من تحالف العزم عن محافظة نينوة مشيرين إلى أن القضايا التي تعاني منها محافظتهم تحتاج إلى شخصيات لها باع في الإدارة والسياسة وهو ما ينطبق على نواب العزم العشرة الممثلين لمحافظتهم تيار شخصيات من محافظة نينوة لتمثيلها بالدوائر الرسمية يعني كتحالف عزم اليوم هذا التحالف الذي هو من صلب ورحم هذه المحافظة المنكوبة يعني اليوم نشوف بعض مدراء الدوائر التابعين للأحزاب هم ليس ممثلين عن هذه المحافظة وكذلك أيضا هناك عدة ملفات يجب فتحها من قبل نواب عن تحالف عزم الذين هم من أهالي محافظة نينوة اليوم عندنا عشر نواب من تحالف العزم تحالف العزم بشخصيات مرموقة وشخصيات معروفة وشخصيات بارزة بالعراق عامة اليوم هذه العشر نواب نتمنى أن يكونوا صوتنا لنقل معاناة أهالي الموصل في داخل قبة البرلمان لنقل معاناة المناطق التي تحررت ترجمة نانسي قنقر